السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين فيما كنتم مشاهدي سعدة تقنية في هذا الفيديو الجديد فيديو اليوم ان شاء الله سنتعرف من خلاله جميع على الربح من خلال موقع فيسبوك من خلال اعلانات اللي قد ظهر على الفيديو هات كذلك من خلال هذا الفيديو سنتحدثو كذلك على المتطلبات جديدة اللي ممكن ان الواحد انه يتماشى معها الى بغى واللي يربح من الفيسبوك اللي من بينها خمسالاف مشترك وستين الف دقيقة يعني بالنسبة للإعلانات اللي كتدوز يعني وسط الفيديو يعني كما كنقوله القوانين دي الفيسبوك يعني والله كما كان الحال يعني مرخوفة يعني كما كانت قبل الحاجة الثانية غني نتعرفو كيفاش انانا غنضيفو حساب العوائد حساب بنكي حساب خاص بنا ولكن قبل ذلك قصنا نتأكدو من اللاباش دينا او صفحة هل هي يعني مهنة ممكن انها تحقق الربح وعدد من الامور كذلك غالين وراكم كيفاش انانا غالينضيفو المعلومات الضاربية ومن سمعوش المعلومات الضاربية غنقولو انها شي حاجة صحيبة ولا شي حاجة سهلة ان شاء الله كل شي التفاصيل غالي تلقوا في الفيديو بلا ما نطول عليكم تابعوا الفيديو تلاخر اذا اول شي اصدقائي الكرام علينا القيام به وهو التوجه لصفحة الفيسبوك التي نريد من خلالها يعني تحقيق الدفع اولا سوف نتعرف على المعايير والشروط التي يجب علينا تحقيقها للوصول الى مسألة تحقيق الدفع فمثلا ساقوم بتوجه لأي صفحة من صفحتي على الفيسبوك وساختار الخيار المرتبط بميتا بيزنس سويت او من خلال الرابط الذي ساتركه لكم مرفق في صندوق الوصف اذا ساقوم بالضغط على هذا الاختيار كما هو مبين لكم ثم بعد ذلك سوف تلاحظون معي اصدقائي الكرام انه لدي هنا يعني في هذا الخيار في الجانب لدي خيار تحقيق الارباح اذا هنا كما تشاهدون فبالنسبة للحالة يقول لك لا توجد انتهاكات لتحقيق الارباح يمكن للصفحتك ربح الاموال لان تتبع سياسة تحقيق الارباح للشركاء فيجب على صفحتك ان تحترم عدد من ضوابط وشروط التي يطرحها موقع فيسبوك من بينها ان يكون محتوى اصلي 100% ويكون خالي من الامور الممنوعة والتي لا يجب ان تطرحها مثل حقوق طبع والنشر واشياء غير مقبولة هنا اصدقائي الكرام سنحاول قدر المستطاع ان نرى عدد من الامور وهي عرض اهليات الصفحة لكي اعرف هل صفحتي يمكنها ان تحقيق الارباح ام لا لدي ثلاث اختيار او ثلاث انواع للربح او للحصول على الربح الخيار الاول وهو الاعلانات المضمنة في المحتوى لمقاطع الفيديو حسب الطلب هذا الاختيار يعتبر يعني بالستريم عموما يعني بالفيديوهات التي تنشر على الصفحة وبالتالي فهذا هو الخيار الاساسي الذي يجب ان تحقيق الشروط المطلوبة منك وهي عبارة على متابعون يجب ان يكون عدد متابعي كلا يقل على خمسة الاف لانه نعرف انه في سياسة الربح او في شروط الربح في فيسبوك قبل اسبوع كانت عشرة الاف لكن بصراحة تم تبسيطها يعني لجميع الناس واصبحت الان خمسة الاف متابع فقط بالنسبة كذلك للانشاء المحتوى يجب ان يكون جداب يجب ان يكون اصلي يجب ان لا يكون منقول ويجب عليك ان تتحصل على ستين الف دقيقة مشاهدة يعني ستين الف دقيقة من المشاهدة على مقاطع الفيديوهات الخاصة بفيديوهات حسب الطلب والبت المباشر ومقاطع الفيديو التي سبق بتها مباشرة يعني وعدد من الامر بصراحة يكفيك فقط ان تقوم بنشر الفيديوهات او عمل بت مباشر فيديوهات لكي تتحصل على ستين الف مشاهدة وهنا اصدقائي الكرام يجب ان يكون لديك على الاقل خمس مقاطع ناشطة يعني فيديوهاتك التي تكون ناشطة يجب ان تكون خمس فيديوهات فقط هذه المسألة تحقق بالعمل فقط بالجهاد بالابتكار بالبحث على محتوى ياروق الناس وسوف تحقق هذه الشروط اخي اختي الكريمة كذلك لدي كذلك هذا الاختيار وهو خاص بالبت المباشر البت المباشر فالامر يختلف نوعا ما وبالتالي يجب المتابعون ان يكون ايضا يعني عشرة الاف الى حدود الساعة لا يزال عدد المتابعين وعشرة الاف بالنسبة كذلك لدقائق المشاهدة المؤهلة بالنسبة للبت المباشر ومقاطع الفيديوهات حصل بالطلب ويعني عدد من الامور كما تشاهدون اصدقائي الكرام يجب ان لا تقل على ستمائة الف مشاهدة ستمائة الف دقيقة من المشاهدة وبالتالي فهذه المسألة فهي تكون مرتبطة بالبت المباشر والمحتوى التفاعلي لا غير يعني كما تشاهدون يجب ان يكون فيها ستين الف مشاهدة قبلها ويجب ان يكون فيها كذلك يعني عدد من المشاهدات في البت المباشر بعدد الضقائق لكن كما قلت لكم ما يهمنا هو هذا الاختيار الاول اذا الان سوف امر معكم للشطرة التانية من هذا الشرح وسأريكم كيف حققت هذا الاختيار الاول وكيف اصبح بعد ذلك اذا الان اصدقائي الكرام فكما تشاهدون هنا لا توجد انتهاكات يعني ليست لدي اي مشاكل في الصفحة حتى وان كانت هناك مشاكل فيمكنك ان تقوم بتصحيحها وتنتظر الى حين ان تتحول الحالة الى هذا الخيار هنا سيظهر لي اجراء في حال ما اذا حققت احدى الشروط المطلوبة سيظهر لي اجراء انه الانستريم ادي اس يمكنني ان احقق مثلا يعني ربح عن طريق الاعلانات التي ستظهر في الفيديوهات وهنا يمكنني ان اقوم مباشرة مرة اخرى بالضغط على عرض اهلية الصفحة وكما تشاهدون انه هذا الخيار الاول انه اصبح يعطيني اعداد اي ان هذا الخيار الاول فاصبح مسموح لي ان اقوم بالحصول على عائدات من خلال ادراج معلومات ضريبية اضافة الى المعلومات البنكية التي سوف اتحصل من خلالها على الربح وكذلك معلومات بايبال لا تسمع معلومات ضريبية وتقول ان هذا الامر فو صعب لكن انا ساقول لك كل ما هو واقعي وكل ما هو واضح لان المعلومات الضريبية التي يتم مباشرة تأكيد عليها هي مرتبطة من الدرجة الاولى بالمعلومات الضربية للولايات المتحدة الأمريكية أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية فتلك المسألة تعتمد على المعلومات الضاربية الخاصة بكل دولة نحن في المغرب مثلا أو في دولة أخرى فعدد من النقاط سوف نقوم بالتركيز عليه إن شاء الله معكم في هذا الفيديو إذن سأقوم بالضغط على بدء الإعداد ثم بعد ذلك أصدقائي الكرام سوف نتوجه إلى إعداد حساب العوائد وأقوم بالضغط مباشرة على إعداد الحساب هنا أيها الكرام ستلاحظون معي أنا ويقول لك يمكنك إضافة حساب بايبال أو حساب بونكي لإقرانه بهذه الصفحة التي اخترتها ويجب أن تتأكد منها ونقوم بالضغط على التالي هنا أيها الأحباب ستلاحظون أنه لدي خيار create new business يعني سأقوم بالضغط عليه مباشرة هنا سنبدأ بالأساسيات ستتم الاستعانة بهذه المعلومات لإعداد حساب العوائد الخاص بك حتى تتتمكن من الربح وتلقي العوائد يعني هذه الأمور فيجب أن تعتمد على الإسم الشخصي ثم الإسم العائلي ثم تاريخ الميلاد ثم الدولة مباشرة بعد ذلك أصدقائي الكرام فبعدما قمت بإضافة المعلومات المرتبطة بالشخصية سوف يظهر لي هذا الاختيار فيه الدولة ثم نوع النشاط التجاري وهنا طبيعة الحال سوف تختار إيما فرضي أو شركة أو مشروع مشترك على حسب التموضع الذي أنت فيه يعني بنسبة لي سوف أضع له خيار فرضي ثم بعد ذلك سأقوم بالضغط على الزر التالي هنا أصدقائي الكرام يجب أن أضيف يعني البريد العادي المدينة المنطقة كود بوستال الفون نامبر وكذلك الإيميل أدرس إذن أصدقائي الكرام وصلنا لهذه المرحلة وهي مرحلة تاكس إدونتيفيكاسيون نامبر أو الـ TEN أو الـ ITEN وهو كما يعرف هو أنه رقم التعريف الضريبي أو للرقم الذي يعني تقوم بالإبلاغ عن الدخل يعني هذا طبيعي الحال هو الرقم المتعرف به يعني في جميع الدول في الولايات المتحدة الأمريكية يعرف بالـ ITE كنت مواطن أمريكي أو مواطن أجنبي يقيم في أمريكا رقم تعريف الضريبي الخاص بمركز الإيرادات الداخلية أو الـ ERS هو الذي يجب أن تعتمده بدون تفكير لكن بالنسبة لك إذا كنت أجنبي أو شخص له معاملات أو تعاملت مع أمريكا لديك رقم تعريف ضريبي للأجانب الذي سيساعدك على الأداء الضريبي والاستفادة من مزايا المعاهدة الضريبية إن كان ذلك البلد الذي تقطن به أو ذلك البلد الذي أنت موجود به يعني كما نقول يعني يعطي مزايا المعاهدة يعني المزايا المعاهدة فهي تعطي عدد من الامتيازات أنا في المغرب إذا كان لديك رقم تعريف ضريبي قم بكتابته لأن رقم تعريف ضريبي يكون مرتبط بالمقاولات بشخص يجزاوي النشاط محدد يقول لك رقم تعريف ضريبي ولكن السؤال الذي دائما يبقى يطرح نفسه هل هذا رقم تعريف ضريبي فهو يمثل الرقم التعريف المطلوب يعني في النموذج الأمريكي وليس في النموذج المغربي لكن أنا بالنسبة لي أنا كشخص عادي لا أتوفر على رقم التعريف الضريبي ولكن أتوفر على رقم البطاقة الوطنية ورقم الهوية أو رقم تعريف الوطني لواء سيئان هذا الرقم أصدقاء الكرام لن أعتمده في النموذج الضريبي المرتبط بالإير اس الذي سوف أقوم مباشرة بإرفاقه كنموذج وسأرسله في نهاية الفيديو إذن أنا الآن مضطر لكي أعتمد على رقم هويتي الشخصية أو رقم التعريف الشخصي سأقوم بكتابتي في هذا الحقل فقط لكي أمر للمراحل الموالية لأنه ليس لدي أي خيار آخر لكي أؤكد أنه ليس لدي رقم تعريف ضريبي وأنا لست مجبر لكي أستفيد مثلا من مزايا المعاهد الضريبية وليس لدي نشاط مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية إذن هذه فقط هي الدائرة التي يعتمدها هذا الرقم أو هذه التونتيفيكاسيون نامر الخاصة بالتئي إذن الآن سأقوم بكتابة رقم التعريف الوطني ولكن في النموذج النهائي لن أعتمدها أصدقاء الكرام وسأريكم ماذا أفعل لأنه ما دمت الشخص ليس لدي رقم تعريف ضريبي أو رقم الأداء الضريبي فأنا أكيد سأؤكد لهم هذا الأمر في النهاية لكي يتم إثباته بشكل صحيح وبشكل صريح نقوم بكتابة كل هذه المعلومات ثم نقوم مباشرة بالتأكيد بهذا الخيار وكما تشاهدون فأنا اعتمد رقم تعريف الوطني المكون من 8 أرقام لأنه هناك رقم تعريف وطني مكون من 7 أرقام يمكنك أن تقوم بكتابة الحرف الأول ثم تترك مسافة وتقوم بكتابة بقي الأرقام المهم أنت لا تكتب أرقام عشوائية أو تكتب أي شيء عشوائي لأنه بصراحة عشوائي ستمر للمرحلة الموالية لكن أنا أريد المسألة أن تبقى قانونيا نعتمد رقم تعريف الوطني لكن لن يتم تقديمه في النموذج النهائي وبالتالي هذه طبيعة الحال فقط للمراحل المقبلة لكي أمر فقط هنا سأقوم مباشرة بالضغط على الزر التالي هنا أصدقاء الكرام كما تشاهدون لدي خيارين الخيار الأول هو عبارة على إدراج حساب بونكي والخيار الثاني هو الخيار المرتبط بإدراج بايبال أكاونت تريد إضافة حساب بونكي أو بايبال أنا سأختار الخيار المرتبط بالحساب البونكي هنا سأقوم بإدراج الدولة هنا سأقوم بإضافة اسم الحساب يعني اسم صاحب الحساب يعني هذه المسألة فهي تكون مرتبطة بك في حسابك البونكي من خلال التطبيق الخاص بالبونك ويجب على الحساب البنكي أن يكون حساب جاري إذن هنا الدولة اسم صاحب الحساب يجب أن يكون مطابق لإسم صاحب الحساب في البنك وهنا ستقوم بإضافة Swift Code وكذلك رقم الحساب يعني الريب أو الإيبين المهم هذه طبيعة الحال يعني تبقى مسائل يعني مرتبطة بك ثم بعد ذلك سأقوم بالضغط على زر Link Payout Method إذن الآن أصدقاء الكرام وصلنا لمرحلة غاية في الأهمية وهذه المرحلة أنا أعلم أنه نسبة كبيرة من الناس التي ستشاهدها للفيديو فهي بالفعل أتت لهنا لكي تعرف ماذا سوف تفعل أصدقائي الأعزاء نحن هنا سنتحدث بمبدأ قانون الدول ففي كل دولة لديها قانون وذلك القانون يجب أن نحترمه كما أنزم فبالنسبة لهذا المعلومات التي يطالبون بها فيسبوك هي المعلومات الضاربية أي أنه كشخص معادي أو ككيان أو كجهة محددة فيجب أن يكون لدي معلومات ضاربية وبصراحة هذه المعلومات قد تكون معلومات شخصية يمكنك أن تدلي بها لأنه كما تعرف على أنه أي شيء مرتبط بالضاربة فهو يتطلب معلومة الفرض الذي سيؤدي تلك الضاربة يعني للإبلاغ عنها مباشرة هنا فيسبوك كان يعطينا قبل أشهر من الآن نموذج يعني يطالبك بأن تذهب لحق الفيسبوك لتقوم بتنزيل نموذج ضاربية تقوم بملئه بشكل يدوي ثم ترسله له مباشرة الآن فيسبوك اتخذ نفس الخطوة التي اتخذتها جوجل من خلال إرسال نموذج ضاربية وذلك بإدلال معلوماتك الشخصية بشكل صحيح تقوم بالضغط على هذا الخيار وسوف يذهب بي مباشرة لخيار يطالبني مباشرة بالتأكيد على معلومات حسابي الشخصية يعني معلوماتي الشخصية إذن هنا يا أصدقاء الكرام تم تغيير اللغة مباشرة للعربية هنا قال لي هل أنا فرد أم لدي عمل أو كذا بصراحة قلت له فردي هنا هل أنت مواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية لأن المواطن الأمريكي لديه كما نقول إجبارية على إضافة رقم تعريف ضارب لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم رقم تعريف شخصي ورقم تعريف ضارب للسكان أو للساكنة عكس نحن هنا في المغرب فالتعريف الضاربي هو يبقى حسرا فقط على حامل بطاقة المقاول الداتي أو شخص لديه نشاط تجاري محدد أو يزاول نشاط في المغرب نحن هنا نحصره في المغرب لكن إذا كان لديك نشاط في الولايات المتحدة الأمريكية وأنت تقتل في المغرب ففي المغرب أيضا يوفر لك رقم تعريف ضاربي أمريكي خاص بالأجانب على نشاطاتك التي تقوم بها يعني في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الاختلاف هو رقم تعريف ضاربي الذي يكون لك مثلا في بلد أجنبي كمواطن أمريكي يقتل في بلد تاني أو كمواطن مثلا محدد يعمل مثلا مع أمريكا ولدي رقم أجنبي هو أنك تستفيد فقط يعني من تخفيضات ضاربية في حال إذا كان ذلك البلد يدخل ضمن المعاهدة الضاربية يعني تكون النسبة يعني تختلف هنا سأقول له لا لأني لست بمواطن أمريكي ولا أحمل عليهم جرين كارد هنا سأقوم كذلك بالضغط على لا لماذا لأنه هنا قال لي هل أنت وسيط أو كذلك لأنه أنا والمسؤول عن هذا الحساب سأقوم بالضغط على التالي هنا أيها الأحباب لديه الإسم الكامل وكذلك بلد المواطن أي أنا مواطن مغربي سأختار المغرب مواطن مصري جزائري تونسي موريطاني ليبي سعودي عراقي المهم على حسب الدولة ستضيفها يعني في هذا الحقل إذن سوف أختار المغرب أو مروكو هنا سنعود إلى نقطة رقم التعريف الضاريبي أنا بالنسبة لي هنا في المغرب بصراحة أنا كشخص يقتن في هذا البلد مثلا فأنا ليس لدي رقم تعريف ضاريبي كشخص عادي ولكن لو كنت مقاولة أو كنت مثلا أزاول نشاط ويجب طبيعي الحال أن أدلي بتعريف مهني أو تعريف ضاريبي فيجب أن يكون ذلك الرقم هو المتاح هنا أنا بالنسبة لي كشخص عادي أو بصفة مواطن عادي فأنا لا أتوفر على رقم تعريف ضاريبي وبالتالي فهذا الخيار الذي قمت بإضافته في الخيار الصابق كما أشرت لك فقط من أجل أن أتجاوز ذلك الخيار وأصل إلى هذا النموذج الذي يعتبر النموذج النهائي والذي سوف أدلي به يعني للفيسبوك لأنه بصراحة نحن هنا في المغرب جميع معاملاتنا تقريبا تكون ببطاقة التعريف الوطني الأداء الضاريبي في بعض الأحيان يكون كذلك ببطاقة الوطنية ولكن نحن هنا إذن أنا بطاقة التعريف الوطنية لن أدلي بها بصراحة لأنها سوف يعتبرها الروبو فقط مجرد أرقام ولكن التأكيد الأصلي والحقيقي هو أن في بلدي ليس لدي رقم تعريف ضاريبي حتى يتم مثلا تطبيق الضرائب على هذا الدخل الرقمي على سبيل المثال ربما قد تكون بطاقة الوطنية إلزامية على الفرض لكي يدلي بها قصد يعني الإبلاغ على مداخله إذن هنا سأقوم بإزالة هذا الاختيار وسوف يعطيني خيارات أخرى أي أن الخيار الذي لماذا لا تستطيع تقديم رقم تعريف دافع الضرائب لا تصدر الدولة التي أتحمل مسؤولية دفع الضرائب فيها أرقام تعريف ضرائبية لسكانها هذه الأرقام التعريفية هي تعطى فقط للشركات للمقاولة الصغرى للمهنيين المهم ذلك الرقم يكون متقوم من 7 إلى 9 أرقام إذن سأقوم باختيار الأول ثم سأقوم بالضغط على التالي هنا يؤكد لي العنوان الدولة عدد من الأمور كذلك سأقوم بالضغط على التالي هنا نفس العنوان الدائم سأقوم بالضغط على التالي هنا مرة أخرى حول الضرائب المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية إذن أنا ليس لنشاط في الولايات المتحدة الأمريكية 0% هو الاختيار الأول الذي سأعتمد عليه نشاطاتي بالولايات المتحدة الأمريكية أنشط فيديوهاتي في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون مئة بالمئة إذن سأقوم بالضغط على التالي هنا لاحظوا معي أوافق على تقديم توقيع إلكتروني المعلومات المقدمة وفقا لناموذج ERSW8BON في حال إذا كان اقتطاع ضاربي على سبيل المثال أو لن أستفيد من معاهدة ضاربية أو كذا فهذه المسائل ستبقى مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية إذن هنا ستقوم بكتابة فقط اسمك الكامل ثم بعد ذلك سأقوم مباشرة بتأكيد هذا الاختيار أقر بأن الذي القدرة على التوقيع نيابة عن الشخص المحدد في السطر الأول من هذا النموذج كما تشاهدون أوافق على تقديم توقيع إلكتروني المعلومات المقدمة وفقا للنموذج ثم سأقوم بالضغط على زر التالي وسوف أنتظر قليلا هنا قال على أنه هناك مشكل سأحاول كتابة هذا الاسم لأن هناك كما نقول المعلومات تكون مقلوبة ستقوم بالضغط على التالي هكذا كما تشاهدون هذا طبيعي الحال هو نموذج هذا الحالة الأجنبية للمالك المستفيد من استقطاع الضرائب الأمريكية والإبلاغ عنها وهنا لدي مجموعة من النماذج لاحظوا معي لست فرض كذا المهمة دي مساء كلها يعني تعمل كواسط هذه هي النماذج المتاحة وهي التي تؤكد لصحة المعلومات هنا اسم الفرض الذي هو المالك المستفيد الاسم والنسب الدولة العنوان كذلك رقم المنطقة وكذلك الدولة هنا كما تشاهدون المطالبة بمزايا المعاهدة الضريبية يعني الأغراض الفصل ثلاثة فقط انظر التعليمات أشهد أن هذه طبيعة الحال هي مجموعة من الأمور أشهد أن المالك المستفيد هو مقيم بالمعنى المقصود في اتفاقية الضريبة الدخل بين الولايات المتحدة الأمريكية وتلك الدولة يعني نفس الأمر المرتبط بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـمسائل يتوى يتوى تقوم بقراءتها هنا كذلك بموجب العقوبات الحمد لله أقار بأنني قد فحصت المعلومات الواردة أنا الفرض الذي هو المالك المستفيد أو المرخص له بالتوقيع يعني كل هذه المسائل تقوم بقراءتها ويجب كما أقلت لكم أن تكون مرفوقة بكل المعلومات الشخصية ثم سأقوم بالضغط على تقديم النموذج كما هو مبيل لكم أصدقائي الكرام وسوف أنتظر قليلا إذا لاحظوا معي المعلومات الضريبية الكاملة العنوان كذلك الاسم والنسب نموذج أو نوع نموذج يمكنني أن أقوم بعرض الملف يعني عرض الملف وهذا هو النموذج الضريبية أصدقائي الكرام في كل المعلومات التي أكدت بها بصراحة وبكل مصداقية وبكل أمن لكي كذلك أكون صادق وأكون صريح مع الفيسبوك ثم كذلك يمكن أن أريد توصل إلى أوراق تسليم المساعدة المهم هنا تقوم بالضغط على زر منتهي وهنا أيها الأصدقاء فكل المراحل قمت بها بنجاح ثم سأقوم بالضغط على زر تم وعند الانتهاء أصدقائي الكرام نعود مباشرة لهذا الخيار الخاص بتحقيق الأرباح ثم سأقوم بالضغط على بدء الإعداد ثم سأقوم مباشرة بالضغط على زر إرسال للمراجعة إذن هنا أصدقائي قال تم استعلام المعلومات المقدمة عند اكتمال عملية المراجعة سيتم إرسال إشعار إليك بالبريد الإلكتروني يمكنك أيضا معاوضة تحقق هنا لحصول على تحديثات إذن هنا أرسلنا الأمر لفيسبوك وهو الذي إن شاء الله سيتخذ فيه كما نقول قرار هل سوف يقبل مني ميزة الربح؟ هل سوف يقول لك أنه لا يمكن؟ هل سيتجهل الأمر؟ المهمة هي المسائل بصراحة هي تبقى واردة وكلها مرسبة بك من الدرجة الأولى الممكنكم تحديث في الوض Symptom